كابتا كريم عشان الوقت هيروح مني لأسف الزمالك والأهلي هيروحوا هيكملوا في أفراكيا ولا كده خلاص المشوى الراحة لا المؤشرات ما يعني يعني أنا بأخدها بالنسب دايما يعني لا صعب 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 النهر ده كمان بعد القائم بي مع احترابنا طبعا للإجهاد مع احترابنا للمدير الفني مع احترابنا للعيبة طبعا كلها نفسنا الزمالك والأهلي يوصلوا نهائي الاتنين لكن بالمستوى اللي يوم فوق ويوم تحت ده الموضوع ببقى صعب كمان يعني وخصى كمان انت تطلع المطش الجاي بره يوم الجمعة ما تلعب شاب الوزداد المطش صعب جدا فأتمنى يعني اللعيبة تقدر تفصل وتنسى مطش إمبدا خالص ويركزه في الفترة الجاية بخصوصا أفريقيا يعني يعني أتمنى كابتان عمر حولك على حاجة بس تقوي لا يعني ما بحبش الكلام المزوئ اللي هو مثلا زي رئيس نادي سانداون زي قالك احنا هنلعب بأداء الندوة ضد الهلال في السودان بنفس المواصفات لا كده هو انت مش عايز نادي الهلال خالص يبقى موجود معاك مش محتاج انك تزايد على الكلام انت مش عايز نادي الهلال يبقى موجود أسا عشان هي لو موجود وكمل هيبقى هو العقلة في الظروف الموضوع ده انت بالنسبة لك فكر اكسب المطشين وصيب القدر والارقام هي اللي اتحددلك انك هتعمل ايه نسبة 40% بس في نقطة انت ليه تملي عندك روح لانهزام ايه ألعب على المطشين وادور بعد كده على اللي هيحصل ألعب على المطشين وادور على اللي هيحصل نفسك كاملينة زي مالك ألعب المطش وادور على اللي هيحصل ما تسألش انت عندك استعداد مش هتكمل خلاص هتبانوا انت راكب الطيارة وانت مسافر هتبانوا انت جوه قط اللبس انا كان لها وجهة نظر وتناقشت فيها وقلت اتمنى النادي الاهلي بعد رجوعه مماتش الهلال يخشوا في معسكر ليه كان بيلعب ثلاث جمعة ثلاث سبت معسكر انا معرفش انت بترايح نفسك ازاي اما بتروح تليفونات اما بتروح كريم بيجي كلمة يقولي انت ما كنتش كويس النهاردة لود نفسي سوشال ميديا لود نفسي افصل اللعيبة عنده كله عشان انه عندي مهام معينة عندي متحل مدود 15 يوم تعافي مشكلة الاهلي ايه اكبر من الزمالك اللي انت كنت تتكلم عنه اللوتي التركيز في المباراة اللي بتادي تلعب جنبي مشكلة الاهلي انه عنده مطش الجمعة وبيفكر في مطش السبت بتاع الهلال وسان داون بسا بقولك تلقى ايه هيفكر فيها كبتن عمر موافقك سيب اللي يفكر اللي قاعد بارا انا خايف انه يفكر تاخد منه شوية فيخسر من القطن فأصلا انت مش محتاج اعمل اللي عليك يمكرنا هو امكر الله والله خير ما تقاملش حاجة اكتر من اللي هتزيد القدر بيقول هتسافر هتسافر هيحصل اخفاق هيحصل نجاح هيحصل نجاح ادي اللي عليك بس ادي اللي عليك حفاظا باسم النادل الاهلي وكيانه انا بقول كلمة وهعيدها تاني اللي يلبس تشيرت النادل الاهلي اما لا اما لا فكر وعيد وفكر وما هتقعد مكاننا بعد ما تبطل هتقول يا ريت اللي احنا بنشوفه تحليل او اداء تحليل اداء لا الكرة اسهل بكتير اللعب اسهل وامتع بكتير على الاقل انت جوه نفسك بتحسب نفسك بالقطعة هتشتغل ازاي صح اما انت مهما هتوصله هتوصله جزء زي المدرس دخل وفرض عضلاته المدرسين يقولك ايه ده بيخوفنا بس خلص بقى اكبر دماغ ما هالناس بتنسى لا الناس مش هتنسى انت بتعمل نفسك تاريخ ازعل جوه نفسك يا خط ظهر الناد الاهلي ولعب الناد الاهلي بالكيان كله انك تاني خط دفاع اليل في البطولة 8 اهداف منهم 5 اهداف في مرة و10 اهداف للقب احنا في حتة والناس دي في حتة صح الناس دي بتزيد واحنا بنقلي صح احنا لازم نخرج بالكرة المصرية من اللي أنا المركزة اللي أنا عاش كتر قوي اللي أنا عاش كتر كتر عايزين بقى نخرج بتوجيه بمشروع بتخطيط لكل شيء صح ما تحسش اني في حاجة بتفرح يعني في الكرة عموما يعني سواء منتخب او منتخب دشئين او شباب وطفر ايا كان اهلي زمالك اي فرقة هتلاقيها في محفل قروي افريقي ولا عالمي احنا بصراحة يعني الكلام مش هيتجمل احنا في مرحلة في الكرة مش حلو خلص يعني هي ما فهي يعني خلص عشكال النهاردة حتى كان وزيرش الولادة مجتمع مع اتحاد الكرة واللوم فشل تاني لأي من منتخباتنا مش مقبول بقى اشان المنتخب الريم بيذكر على مهمة مهمة كبيرة قدام زنبيا قدام ملاوي فان شاء الامور تعالى